مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس الرابع عنوان الدرس الأوجاع والعلام قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجر فيسبوك أرستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس بيونت 2 لسن 4 اليونت الثاني الدرس الرابع أيكساند بينز الأوجاع والعلام بالبداية يقول لي listen and look at the pictures وراه يقول لي now match the sentences to the pictures طابق هذا الجمل بهذه الصور منطيني صور لمجموعة من الأشخاص كل واحد عند مرض أو ألم معين يقول لي طابق هاي الجمل بالأوجاع أو بالصور المناسبة لها فمثلا الشخص الأول يتحدث يقول I have stomach ache stomach ache معناها ألم معدة حاولوا تحفظون ذنب المعاني لأن معاني مهمة جدا وراح تفيدنا بالدقائق القادمة بموضوع إعطاء النصاعح شخص يملك ألم معدة ولديه ألم معدة يا صور من الصور؟ أكيد الصورة رقم 2 I have an earache earache معناها ألم أذن من هو من الأشخاص الذين يملك ألم أذن؟ صورة رقم 3 I've got a toothache toothache معناها ألم أسنان يا هو من دول الأشخاص يملكون ألم أسنان؟ صورة رقم 1 وهكذا I've got a headache headache معناها ألم رأس أو صداع يا هو من الأشخاص؟ صورة رقم 4 واضح لي بالبداية مجموعة من الأمراض اللي هي stomach ache ألم معدة earache ألم أذن toothache ألم أسنان والهديك الصداع أو ألم الرأس هناك مجرد كمقدمة للدرس أريدك تحفظ معاني ذلك كلمات لأن بعد قليل ستفيدنا بموضوع إعطاء النصاعح هذه الفقرة الأولى المطلوب من عندك فقط تحفظ معاني ذلك كلمات الفقرة الثانية يقول لي listen and read then read the conversation aloud استمع وأقرأ استمع الأستاذ هو يقرأ هذه المحادثة ثم أقرأها صامتة ثم بعدها أقرأ المحادثة بصوت عالي إذن الأستاذ بعد ما يقرأ المحادثة يخلي الطلاب يقروها بينهم وبين نفسهم يختار طلاب اثنين واحد يمثل شخصية الأولى واحد يمثل شخصية ثانية يسوونه بمحادثة بداخل الصاب فمثلا المحادثة الأولى الشخص الأول يتحدث يقولها what's the matter on sam ما الأمر أو ما خطبك يا انسام الجاوبة I've got a toothache لدي toothache وضحنا toothache معناها ألم أسنان طلعب هنا أنا كل شي ركزوا يا أيا واحد عنده toothache أو ابنية عندها toothache ألم أسنان فشن من نصيحة اللي رح يقدم لهي هذا صديقها يقول لها you should go to the dentist يجب أو عليك أن تذهبي إلى طبيب الأسنان ركزوا يا أيا وأحفظ هذه المعلومات للحفظ you should go to the dentist عليك أن تذهبي إلى طبيب الأسنان احنا أخذنا بمراحل سابقة بدروس سابقة استخدام الشد والشدنط مع أطاء النصيحة هنا عندنا نتعلم جمعة إضافية متعلقة بالنصائح فإذا شخص عنده toothache ألم أسنان النصيحة المناسبة you should go to the dentist عليك أن تذهب يا طبيب الأسنان فتجاوبة تقول لها yes I will هذه المحادثة الأولى المحادثة الثانية نفس الطريقة what's wrong أنس ما الأمر أو ما خطبك يا أنس يجاوبة I have a stomach ache لدي ألم معدة زين اللي عنده ألم معدة شن النصيحة لنطيه يا يقول لها I feel sick واشعر أني أريد تقية إجاوبة شوفوا النصيحة وحاول تحفظها you shouldn't eat so many crisps عليك أن لا تأكل الكثير من المقليات أو الأشياء المقرمشة in the break في الاستراحة ركز ويايا ليش منها ندي نصحة منما يعكل الكريسps وضحنا بدورة سابقة لأن الكريسps فيها الكثير من الزيوت أو السمنة فهذا يأثر على المعدة فالنصيحة المناسبة لها أقول لها you shouldn't eat so many crisps إذن اللي أدى ألم معدة استومك أيك هاي النصيحة المناسبة إلى حاول تحفظها قال لها yes I think you are right نعم أعتقد بأنك على حق المحادثة الثالثة قال لها are you alright جميل هل أنت بخير يا جميل no my ear hurts كلا أذنية ألمني يعني عندها earache ألم أذن فشن النصيحة المناسبة طبعا قال لها oh I am sorry أنا آسف طبعا أنا آسف أن أنا يقصد بها أنا آسف لحالتك أنا متأسف على وضعك you should go to the doctor عليك أن تذهب إلى الطبيب إذن النصيحة المناسبة لشخص يملك ألم أذن أنه يذهب إلى الطبيب you should go to the doctor إذن ندى أشهر نحاول تحفظوها الطلاب قال لها I've been to the doctor he gave me some drops لقد ذهبت إلى الطبيب وأعطاني بعض القطرات I have to put them twice a day علي أن أضعها مرتين في اليوم هذه المحادثة الثالثة المحادثة الرابعة قال لها you don't look well نورا لا تبدين بحالة جيدة يا نورا قالت لها I've got a bad headache لدي صداع قوي قال لها oh dear قال لها يا عزيزتي here take these two pills with some water خذي هذه الحبوب واشربيها مع بعض الماء thank you very much إذن النصيحة المناسبة لشخص عنده صداع مثلا أقول لها you should عليك أن take عليك أن تأخذ pills الحبوب هذه النصيحة المناسبة لشخص لديه صداع الآن أساني جدت لكم حاول تحفظوا النصائح وحاولنا تكتبوها بالدفتر رح يسوي لكم ياها على شكل ملاحظات وحاولنا تكتبوها بالدفتر بعد أن تعرفنا على الآلام والأمراض هنا سنستعرض نصائح مناسبة لكل مرض حيث تطرقنا سابقا نحن بالدروس السابقة طرقنا لموضوع النصائح باستخدام shouldn't وهنا سنوظفها ليعطاء نصائح للأشخاص المرضى مثلا جاب لي بالامتحان هاي الجملة طلاب ركزوا يا أيا هاي تجيك بالامتحان هاي لش قلت لك تحفظهن لأني من الممكن يتجيك بالامتحان بإحدى هذه الصيغة قل لي وسام هازه توثيك وسام عنده توثيك ألم أسنان انطي أدفايس أدفايس نصيحة يلا شنو نبطي نصيحة وحفظنا أن اللي عنده ألم أسنان أقول له you should عليك أن زاعدا go عليك أن تذهب وين يروح to the dentist عليك أن تذهب إلى طبيب الأسنان هاي نصيحة الأولى نصيحة الثانية وجملة الثانية جميل هذا نيريك جميل عنده ألم أذن حفظنا الآلام بالبداية ليش قد تركوما أنا أحفظوا الأمراض اللي بالبداية بداية الدرس أنا أعرف النصيحة المناسبة لكل مرض عنده ألم أذن أنطي لي نصيحة إلى اللي عنده ألم أذن شا قل له أقول له you should go to a doctor عليك أن تذهب إلى الطبيب بعد قل لي anis has a stomach ache anis عنده شنو ألم معدة أنطي لي نصيحة مناسبة إلى أقول له you shouldn't عليك أن لا eat عليك أن لا تأكل too much crisps عليك أن لا تأكل الكثير من المقرمشات استاذ أقدر أنطي نصيحة ثانية نعم أقول لك مثال you should eat lots of fruit and vegetables عليك أن تأكل الكثير من الفواكه والخضروات ليش لأنها يتساعد بمعتك أنه تتحسن أو تتشافى إذن أكو أكثر من نصيحة لكل مرض لكن أحنا نتقيد بالنصائح اللي موجوده بكتاب الطالب على موضوع نحفوظهن إذا جتنا بالامتحان نورة has a headache نورة عندها صداع شنو اللي أنا أصيحة المناسبة لها أقول لها كمثال you should عليك take pills عليك أن تأخذي بعض الحبوب هذا ما يخص النصائح المناسبة لكل مرض اللي أخذناهن قبل دقائق عبارة عن محادثات موضوع النصائح أخذناه سابقة نبدأه سابقة وأخذنا الطريقة تجيني بالامتحان هذه الصيغة اللي هسا شرحناها هي صيغة جديدة من الممكن أن ينطيني شخص مريض أو مرض لشخص معين ويقول لنطيني نصيحة مناسبة الحلول أمامكم حاولوا تكتبوها بالدفتر وتحفظوها لأنهم ممع جدا بالامتحان التحريري ننتقل إلى كتاب النشاط تمرير رقم واحد complete the conversation use the words from the box أكمل هذه المحادثة باستخدام كلمات من الصندوق بالبداية لازم نعرف الكلمات اللي من الصندوق شنو معانيها أولا عندي أيكس آلام أو أوجاع all هنا ال all تجوية كلمة right all right معناها بشكل جيد then test طبيب أسنان have معناها لديه أو لديها headache معناها صداع water ماء toothache ألم أسنان sorry آسف right قلنا all right هي عبارة وحدة معناها بخير pills حبوب و matter الأمر what's the matter معناها ما الأمر الآن نسقط ضد كلمات بالفراغات المناسبة هنا شخص يسأل قل له are you فراغ جلال هل أنت فراغ يا جلال شو يكلم المناسبة لفراغ طبعا هو منطيني فراغين بما أنه فراغين أقول له all right هل أنت بخير أو هل أنت بحال جيد يا جلال قل له I've got أي فراغ my tooth really hurts شوف أنه أنا شي قل لي لدي فراغ أنا شن المرض المناسب للفراغ أستاذ أنا ما أعرف شوف كمل الجملة قل له my tooth really hurts أسناني تعلمني إذن شنسمي اللي عنده ألم أسنان نسمي I have a toothache لدي ألم أسنان وراها قل له oh I'm فراغ شخص مريض قدامي فاش أقول له I am sorry أنا آسف أنا آسف لحالتك you should go to the فراغ اللي عنده ألم أسنان لازم وين يروح لازم يروح للدنتست لطبيب الأسنان what's the forag mom ما الأمر أو ما خطبك يا أمي شنو الكلمة المناسبة what's the matter ما الأمر أو ما خطبك يا أمي الجاوبة I forag أنا لدي I have أي فراغ شنو الكلمة المناسبة لفراغ هذا أكيد مرض شنو المرض هو تقول لي لقد رأسي يؤلمني فأقول له I have a headache لدي ألم رأس my head رأسي really فراغ حقا فراغ شنو الكلمة المناسبة لفراغ aches يؤلمني اللي بعدهم oh dear كلا يا عزيزتي shall I get you some فراغ هل لي أن أعطيكي أو أحضر لكي بعض الفراغ اللي عندها إلى مرأس شنو نجيب له نجيب له pills حبوب and فراغ شنو الكلمة المناسبة لفراغ الحبوب شنشرب وياها نشرب وياها مي pills and water yes please نعم رجاعا هذا ما يخص تمرين رقم واحد هذا التمرين بعض الشيء مهم إذا أراد يجيني يجيني بسؤال الأسقاطات يعني هو مهم من الممكن أن يجيني بسؤال الأسقاطات ليش لأن هي الكلمات جاهزة الأستاذ فقط يختار جملة أو جملتين من هذا التمرين يجب الكياها بالسؤال المتعلق بالأسقاطات فحاولوا تحفظون معنا ذنك كلمات لكن ملاحظة من المستحيل أن الأستاذ يجيب لك جملة بها ثلاث فراغات أو فراغين دائما نتعلم أن الجمل اللي تجيك بسؤال الأسقاطات يجب أن تحتوي على فراغ واحد ما مسموح أن يجيبون فراغين بنفس النقطة الخاصة بالأسقاطات ننتقل إلى تمرير رقم اثنية listen and answer the questions write notes استمع وأجب على الأسئلة هذه منطيني أسئلة بأسفل هذا الصور يقول لي استمع المقطع الصوتي وحاول تجاوب على هاي الأسئلة المتعلقة بالمقطع الصوتي طلاب نحن نعيد أو نكرر بما أن المقاطع الصوتي لا متوفرة نحاول نستعرض المقطع النصي اللي يقولوها أولا الأشخاص بالمقطع الصوتي وعلى أساسها نتعرف على المعلومات التي متعلقة بالمقطع الصوتي ونحل الأسئلة طيب بالبداية يقول لي دوكتر محادثة بين الطبيب و نورا الدكتور شي يقولها يقولها hello نورا مرحبا يا نورا يجاوبها hello doctor مرحبا يا هاي الطبيب يجاوبها الدكتور now what's the matter والآن ما الأمر أو ما خطبك الجاوبة نورا I have a pain in my ear لدي ألم في أذني it really hurts إنها حقا تؤلمني so you've got an earache قلها إذن عندك ألم أذن I'd better to have a look أفضل أن ألقي نظرة let me see دعيني أرى yes I see I'll put some drops in your ear قلها سوف أضع بعض القطرات على أذنك it will be better soon وسوف تكون أفضل قريبا will it hurt إجابة نورا هل سوف يكون الأمر مؤلم إجابة الطبيب no of course not كلا بالطبع كلا it will feel cold سوف تشعرين ببعض البرودة that's all هذا كل شيء just put your head on one side فقط ضعي رأسك على أحد الجانبين please رجعا thank you شكرا لك one two drops قطرة قطرتين there that didn't hurt did it قلها أكيد ما علمت هذا الشيء مو صحيح no it didn't قلت لك لا لم تعلمني right now take this bottle with you and put two more drops into your ears before you go to bed tonight قلها والآن خذي هذا الإناء معك وضعي قطرتين على أذنيك قبل أن تذهبي للنوم ليلا جاوبة نورا two drops at night قطرتين في الليل إجابة الدكتور that's right نعم ذلك صحيح use the drops twice استخدم القطرات مرتين a day مرتين باليوم until your ear doesn't hurt anymore حتى تصبح أذنك لا تعلمك بعد الآن نورا how long will it hurt doctor كم المدة التي ستبقى فيها أذني تعلمني جاوبها on only few days فقط بضعة أيام don't worry لا تغلقي I am sure your ear will be fine أنا متأكد من أن أذنك سوف تكون جيدة but don't go swimming لكن لا تذهبي للسباحة until it's better حتى تصبح جيدة الجاوبة all right doctor thank you حسنا أيها الطبيب شكرا لك الدكتور يقولها goodbye وداعا هسا خذنا توقف وقالنا توقف هنا نجاوب على الأسئلة المتعلقة بما ابنورا يقول السؤال الأول what's wrong with نورا ما خطب نورا أو ما الأمر مع نورا شبيها نورا قلنا أن نورا أدها إيريك أقول she has an ear ache لديها ألم أذن what did the doctor put in her ear ما الذي وضعه للطبيب في أذنها شخلة بأذنها drops drops قطرات بعد how many times a day should نورا use the medicine كم مرة في اليوم يجب على نورا أن تضع هذا الدواء في أذنها نقول twice مرتين باليوم how many drops should نورا use each day كم قطرة لازم تخلي باليوم باليوم الواحد قلنا إحنا مرتين راح تستخدم كل مرة راح تخلي قطرتين إذن four four drops أربع قطرات what should she not do ما الذي يجب عليها أن لا تفعلها المفروض هي ما تروح للسباحة بقول she shouldn't go swimming عليها أن لا تذهب إلى السباحة الآن خلصنا المحادثة الأولى المتعلقة بنورا الآن المحادثة الثانية المتعلقة بيمن براشا شو تقول الطبيب يتحدث يقول hello راشا what can I do for you مرحبا يا راشا ما الذي يمكنني أن أقدمه لك I've got a very bad headache لدي صداع قوي جدا أيها الطبيب it hurts all the time رأسي يؤلمني طوال الوقت a headache I see ألم رأس أو صداع حسنا لقد فهمت your eyes look a bit red عيناكي تبدو بعض الشيء حمراء two أيضا tell me راشا do you wear glasses أخبريني يا راشا هل ترتدين مناظر طبية قالت yes sometimes نعم في بعض الأحيان قالها but you are not wearing them now قالها لكنك الآن لا تلبسيها why not لم لا I don't like wearing them doctor قالت لأنا ما أحب ألبس هاي النظارات well you should wear them all the time حسنا عليكي أن ترتديها طوال الوقت راشا if you don't إذا لم ترتديها you will have a headache سوف يكون لديك صداع all day طوال الوقت every day كل يوم and night وفي الليل and your eyes will get worse وعيناكي سوف تصبح أسوأ ثم أسوأ you don't want that to happen do you أنت لا تريدين أن يحدث هذا أليس كذلك فالجاوبة قالت لأنا I don't doctor كلا بالطبع لا أريد أن يحدث ذلك do I have to wear them when I am watching television هل علي أن أرتديها عندما أشاهد التلفاز yes of course نعم بالطبع I said all the time لقد قلت طوال الوقت except when you are sleeping of course بالطبع ما عدا عندما تذهبين إلى النوم alright doctor حسنا أيها الطبيب good girl فتاة مطيعة I'll give you some pain killers سوف أعطيكي بعض مسكنات الآلام to stop this headache لكي أوقف الصداع but I don't want to hear that you ever have a headache again لكن لني لا أريد أن أسمع بأنكي أصبتي بالصداع مرة أخرى do you understand هل تفهمين yes doctor نعم أيها الطبيب there are 12 pills in this box ونالك 12 حبة في هذا الصندوق أو في هذا الشريط take two with water خذي اثنين مع الماء three times a day ثلاث مرات في اليوم انتبهوا يا طلاب هي رح تاخذ حبايتين بالمرة الوحدة كم مرة ثلاث مرات يعني كم وحدة رح تشرب باليوم رح تشرب باليوم ست حبات today and tomorrow رح تشربهم اليوم وباتر هنه 12 حباية رح يخلص two bulls three times a day حبايتين ثلاث مرات في اليوم today and tomorrow اليوم وغدا that's right ذلك الصحيح have you got your glasses with you هل جلبت مناظرك معك yes I have نعم لقد جلبتها good put them now ارتديها الآن please رجاعا and don't take them off ولا تخلعيها until you go to bed حتى تذهبي للنوم all right doctor حسنان أيها الطبيب thank you شكرا لك goodbye good bye هذا ما يخص المحادثة الثانية الآن نحلل الأسئلة المتعلقة بيها هنا نقول لي what's wrong with rasha ما الأمر أو ما خطب رشا وضحنا أن رشا لديها هدأك فأقول she has a headache لديها ألم رأس أو لديها صداع what does rasha need to wear ما الذي على رشا أن ترتدي قلنا لازم ترتدي لجلاسز المناظر الطبية why does she not like wearing them ليش هي ما تحب تلبس النظارات لأنه ما راح تكون شكلها لطيب she doesn't look nice what should she do to stop her headaches ما الذي يجب عليها فعله لكي توقف الصداع ووضح لها الطبيب أنه ذاتري توقف هذا الصداع أو ما يرجع لها هذا الصداع أنه لازم تلبس المناظر طوال الوقت she wears glasses هي ترتدي المناظر all time طوال الوقت what did the doctor give rasha ما الذي أعطى الطبيب لرشا شن نطاها قلنا pain killers pain killers اللي هي المهدئات أو مسكنات العلام how many times a day should she take them كم مرة باليوم لازم تأخذهن قلنا لازم تأخذهن two pills حبايتين three times a day ثلاث مرات في اليوم هذا ما يخص تمرير رقم اثنين هذا مجرد نشاط صفي يقالي أستاذ مقطع الصوتي بداخل الصف من خلال مقطع الصوتي الطلاب يحاولون يجاوبون عن المعلومات أو عن الأسل المتعلقة برشا ونورة اللي يعانون بين بعض الأمراض الآن ننتقل إلى تمرير رقم ثلاثة use your answers to complete the cover graph يقول لي هالمرة الإجابات اللي جاوبتها حاول أن تستخدمها بإكمال هذا المقطع النصي فكمثال نورة هات فراغ نورة لديها فراغ شنو مشكلة نورة؟ وضعنا أن مشكلة نورة عندها ear ache ألم أذن so she went to the doctor لذلك هي ذهبت إلى الطبيب the doctor فراغ النورة زياء الدكتور أو الطبيب فراغ في أذن نورة وضع بعض القطارات فأقول put some drops وضع بعض القطارات نورة should do this for a day نورة يجب عليها أن تفعل هذا الشيء فراغ باليوم كم مرة باليوم؟ وضحنا أنه لازم نسويها twice مرتين باليوم her ear will be better أذنها سوف تتحسن and for a خلال بضع أيام فأقول لها a few days نورة should for a نورة يجب عليها أن for a شنو كلمة المناسبة للفراغ؟ وضحنا أنه نورة لازم متروح للسباحة فأقول should not go swimming عليها أن لا تذهب إلى السباحة الآن نجي على رشا رشا شنو مشكلتها؟ عندها headache headache ألم رأس it فراغ all time إنه فراغ طوال الوقت شنو كلمة المناسبة للفراغ؟ أقدر أقول hurts يعلمها أو aches يعلمها نفس الشيء يوجعها بنفس الطريقة أقدر أقول hurts يعلمها وأقدر أقول aches كذلك معناها يعلمها إن رأسه يعلمها طوال الوقت رشا فراغ but she لكنها فراغ شنو كلمتين أو العبارتين المناسبة للفراغ؟ رشا المفروض تلبس مناظر سأقول needs to wear glasses عليها أن تلبس مناظر but she لكنها doesn't like to wear them لكنها لا تحب أن ترتديها لا تحب أن ترتديها هذه المناظر The doctor said رشا الطبيب قال إيجا قال لها الطبيب لازم تلبسين المناظر طوال الوقت قال لها should wear glasses عليك أن ترتدي المناظر all time طوال الوقت if she doesn't إذا لم تفعل ذلك she will have فراغ سوف يكون لديها headache رح يكون لديها صداع all time طوال الوقت and her eyes will get worse وعيناها سوف تكون أسوأ The doctor gave her فراغ الدكتور شنطاهد انطاهد pills أو pain killers حبوب أو مسكنات شي فراغ شنل المفروض يسوي she should عليها and take them تأخذ ذن الحبوب three times a day ثلاث مرات في اليوم هذا ما يخص هذا التمرين هذا التمرين النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي مجرد متعلق بالتمرين السابق اللي استماعنا من خلال المقطع الصوتي تعرفنا عن المشاكل الخاصة بنورة ورشا وشنل العلاج اللي انطاهم يا الطبيب فمجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرين رقم أربعة يقول لي how would you feel in these situations كيف تشعر في هذه الحالات يعني اكتب الكلمة اللي توصف شعورك إذا صادفك هش موقف يعني مثلا last night فقط نمت الثلاث ساعات لذلك I feel أنا أشعر شتشعر بشنو أكيد تشعر بالتعب فأقول I feel tired أشعر بالتعب You are out on a boat انت خارج خارج البيت على قارب The weather gets very bad الجو إذا يصير سيئ بعض الشي and water start coming into the boat والماء بدأ يقترب من القارب الخاص بك شن شعورك أقول I feel frightened أشعر بالخوف ليش لأن الممكن أن يكون الجو سبب أني أغرب Your older sister has just had a baby boy أختك الكبرى حضيت بمولود جديد شن شعور مالتك أقول لك I feel happy أشعر بالسعادة وهكذا Your father has just told you that the family are going to Australia أبوك أخبرك بأن العائلة سوف تذهب في أستراليا من أجل العطلة شن شعورك تقول مثلا I feel excited أشعر بالإثارة Your friend is very ill صديقك جدا مريض in the hospital في المستشفى شن شعورك أكيد تشعر بالحزن أقول I feel sad وهكذا You take exercise five times a week تأخذ التمارين خمس مرات بالأسبوع شن شعورك أكيد تشعر باللياقة أقول I feel fit أشعر أني دي ولياقة طلاب هذا التمارين بعض الشيء مهم من الممكن أن يجيك بسؤال الإسقاطات يجيب لك الجملة كاملة فقط يحذف لك هاي الكلمة أو هذه الكلمة أنت لازم تعرف الكلمة المناسبة أو الصفة المناسبة أو الشعور المناسب لكل جملة لكن الكلمة مو تجيبها من عندك مثل ما تعودنا بسؤال الإسقاطات هذن كلمات اللي أشعرناها يجيب لياها بأعلى التمارين يقول لي أسقط الكلمة أو الصفة أو الشعور المناسب أمام الجملة المناسبة إذن هذا التمارين مهم بعض الشيء مو بأهمية مثلا التعاريف اللي أخذناها بالدرس السابق لكن بعض الشيء مهم من الممكن أن يجيلي من عند الجملة أو جملتين بسؤال الإسقاطات هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بي بعض الأمراض والنصائح المناسبة لكل مرض وتعرفنا على أن هاي النصائح يجب أن حفظها كمعاني لأنه ممكن تجيني أحد هذه الجمل بسؤال القواعد يطلب من عندي أني أنطي نصيحة مناسبة للمرض اللي انطانيين فحالوا تكتبون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها كذلك أخذنا تبريلين إسقاطات بعض الشيء مهمات من الممكن يجيني بسؤال الإسقاطات هما كذلك تحاولوا تشعروهن بالكتاب تحلوهن وتحفظون معانيهن لأنه ممكن تجي كبير امتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسارة وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني إلى الحصبات الموجودة بكم على الشاشة